هجمات منسقة ومتزامنة طالت مقرات أربع منظمات عاملة بالمجال الإنساني في الضالع المحافظة التي لا تزال تعاني تداعيات الحرب وآثارها الكارثية وهجمات ميليشي الحوثي المستمرة شهود عيان قالوا إن مسلحين استهدفوا مع حلول الليل مكاتب لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمتي أكسفام ومرسيكور ومركز هيا لتنمية المرأة وفرع منظمة أكتد حملت الهجمات طابعاً واحداً إذ قصف المسلحون تلك المقار بالقضائف الاربيجي ما أدى إلى دمار جزئي وإصابة شخص واحد كان يعمل حارساً لمقر منظمة أكتد لم تعرف دوافع الهجمات غير أنها أثارت تساؤلات عدة حول الجهة المسؤولة عن تلك العملية وأهدافها وعلاقتها بالأوضاع السياسية والعسكرية في المحافظة يقول ناشطون محليون إنه من المحتمل أن تكون ثمة دوافع سياسية تقف خلف هذه الهجمات مع الانتقادات التي أطلقها خطباء مساجد متشددون ومسلحون قبليون مناهضون للمنظمات الإغاثية المتهمة في نظرهم بتنفيذ أنشطة تتعارض مع الدين والتقاليد والأعراف القبلية ولم تكت تمر ساعات على الهجمات حتى أخلت تلك المنظمات جميع العاملين بها من المحافظة التي تعد المعقل الرئيس لعدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً يبدو أن تصاعد الهجمات ضد المنظمات الإغاثية على هذا النحو يثير مخاوف السكان المحليين من زلاق مدن جنوب اليمن نحو دوامة العنف ومع غياب مؤسسات الدولة وسيطرة الجماعة الدينية المتشددة والتشكيلات العسكرية المسلحة على محافظة الضالة والمحافظات المحررة فإن الأوضاع تنحدر إلى الأسواق